اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن فريق البحرين بكافة مكونات المجتمع بما لديه من عزيمة وطنية صادقة وطموح لا حدود له تمكن من تجاوز كل تحدي وصياغة قصص نجاح نشهدها اليوم في مسارات التنمية الاقتصادية المختلفة لفتا سموه إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تشكل على الدوام منطلقا لمزيد من العمل بروح الفريق الواحد إعلاء لراية الوطن جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى مجلس عائلة العصفور ومجلس السيد فيصل حسن جواد ومجلس عائلة الزياني حيث تبادل سموه التهانية والتبركات بشهر رمضان المبارك لافتا سموه إلى أن التواصل الطيب بين أبناء البحرين والزيارات المتبادلة بينهم في هذه المجالس العامرة تعمق من روح المحبة والترابط التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد مشيرا سموه إلى ما تعكسه المجالس الرمضانية من روح التآلف والتأخي المتأصلة في المجتمع البحريني وأكد سموه أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققت نموا غير مسبوق في العديد من المجالات تعكس العزيمة والإصرار لدى أبناء البحرين على العمل والإنجاز ومواصلة تحقيق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية لصالح المواطنين مشيرا سموه إلى أن ما تحقق من نتائج اقتصادية طيبة جاء بفضل الجهود المبذولة من الجميع والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وأشار سموه إلى مواصلة تطوير أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية مملكة البحرين في القطاعات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات لافتا إلى أهمية الاستمرار في تبني التقنيات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي في المبادرات والمشاريع والخدمات لتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين من جانبهم أعرب أصحاب المجالس الرمضانية عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارات التي تعكس حرص سموه على التواصل مع مختلف أبناء البحرين دعين الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة